موسيقى 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 بعد هذه الموجة الكورونا والتي نحن مازال عايشين عايشين فيها ستأتي واحد الموجة الاضطرابات النفسية وهذه الموجة الاضطرابات النفسية ستقريبهم العديد من الفئة الاجتماعية بدون استثناء في مقدمة هذه الفئة هناك الناس كانوا مازال يشتغلوا في الصفوف الأمامية ديال المواجهة مواجهة كورونا اي الاضطر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لانهم عاشوا فترات وتجارب جد صعبة خلال القيام بالمهام ديالهم داخل هذه المستشفيات او هذا المراكز الصحية لانه تجارب اللي ممكنش الواحد ينسيها بشكل سهل بشكل سهل ومنتظر انه هاد هاد الاحساس والتجارب اللي عاشينها تكون عندها تدعيات على هذه الفئة الاجتماعية ثانيا الفئة الاجتماعية اللي ربما يعني غادي تضرر أكثر هم الناس اللي مصابين يعني بأمراض نفسية الناس اللي عندهم أمراض نفسية وعيشين الثربات نفسية الاخري في هاد فضل الفطران واللي من المنتظر ان هاد ان الواقعية ديالهم الصحية في المستقبل ما غاديش تحسن ربما تتحقق أكثر وتعرف يعني مضاعفات يعني أكثر خطورة ثالثان هاد الموجة ديال الثربات النفسية غادي تمسك كذلك يعني السكان بشكل عام يعني بدون بسنو خاصة بعض الفئات اللي كيعيشوا الآن يعني فوضعية اجتماعية صعبة صعبة فوضعية يعني اجتماعية أشياء كما يوقع نتيجة يعني نعكسات ديال كورونا على الورع ديالهم اجتماعي والمادي الاخري يعني صبحون الناس نحن عارفين الآن ان هناك العديد من الناس اللي يصبحوا بدون يعني بدون شغل يعني فقدوا فقدوا الاماكن ديالهم ديال العامار نتيجة نتيجة الازمة الاقتصادية الى اخرى هناك كذلك يعني الفئات او المواطنين والمواطنات اللي تفرض عليهم يعني ما يسمى بالعزل الصحي اما داخل المنازيل او داخل الاماكن الخاصة ديال العزل الصحي هاد الفئة كذلك من المنتظر انها هاد العزل والاصابة بالفيروس الى اخرى وفي بعض الحالات يعني كذلك يعني ربما هناك افراد اللي يفقدوا كذلك يعني العائلة ديالهم او احد اقارب ديالهم الى اخرى بحكم بحكم هاد الفيروس ديال كورونا من المنتظر ان هاد الفئة كذلك يعني يتعيش يعني اوضاع نفسية يعني غير سليمة مسألة ديال الدبريسيون او الاكتئاب يعني كمرض نفسي كيشكل ولي كيحتل المستوى الاولى في العالم من حيث الامراض النفسية فمثلا عن مستوى الارقام كان نلقى تقريبا اكثر من 350 مليون يعني من البشر عن مستوى العالم اللي يعاني من هاد النوع ديال المراض على مستوى امصدام كان نلقى تقريبا يعني لجينا نشوفوا الحالة الصحية ديال مدينة امصدام الحالة الصحية النفسية كان نلقى تقريبا يعني اثنين وخمسين الف مواطن اللي يعاني من المراض ديال الكائبة الفئات الحقيقة الاكثر الفئات الاجتماعية الاكثر اللي كتتعرض يعني اكثر لهاد النوع ديال المشاكيل والاضطرابات النفسية هي الفئات اولا الفئات اللي يعيشة يعني في وضع اجتماعي واقتصادي ضعيف او هش يعني اما المستوى التعليمي ديالهم ضعيف او المستوى الاجتماعي واقتصادي والمالي ديالهم يعني ضعيف يعني الدخل ديالهم ضعيف الى اخره ثانيا الفئات والاشخاص اللي اللي عايشين بوحدهم واللي يعانيوا يعني العزلة والوحدة وخاصة في هاد يعني خاصة في هاد المشموعة يعني كان قصد المسلمين المتقاعدين اللي عايشين يعني يعني منعزلين على المجتمع الفئة الثالثة اللي كذلك معرضة للنوع ديال المشاكل النفسية وما النساء اللي في عمرهم تقريبا يعني ما بين 45 سنة الى حدود 64-65 سنة والفئة الرابعة كذلك اللي كتعرض اللي معروفة يعني كتعرض لهذه النوع الاضطرابات وما السكان من اصول يعني مهاجرة او اجنبية وعلى الساهم خاصة يعني الاطراك والمغاربة اللي بغي نقول المغاربة يعني في أمستردام هو ان الشعور في الحقيقة بالقلق والتوتور او الخوف الى الاخير هو يعني رد فعل عادي جدا ديال الجسد ديالنا يعني في بعض الحالات فكتعيش حالة معينة لجسد ديالك يعني كي يدير رد فعل معين وهذا الرد الفعل يقدير يكون هو الاحساس والشعور بالخوف او بالتوتور او يعني بالنوع من الكآبة بالحوزن الى الاخيره يعني هات الشعور الى حدود يعني مدة زمانية معينة هو عادي جدا حالات الحالة يعني بكل صراحة يعني كنا نقول المغاربة انه الانسان يلاحس لانه عنده هاد الامئات الشعور ودام اكثر من اربعات السيمانات الى اخره فهد الحالة خصو يتصل بالطبيب دياله وعلموا بالحالة بالحالة الصحية دياله لان الطبيب دياله قدر يلقالوا يعني طريقة ديال العلاج لكات الناس بحالة دياله شخصية اشتركوا في القناة